وأسألك أمين هل تتخوف من الزكاء الاصطناعي؟ أبداً ليه؟ لأسباب كتير أول حاجة هو الزكاء الاصطناعي بيشتغل إزاي؟ إحنا بيمدوا معلومات فبعدين بنسأله على حاجات فبيرجح لنا تاني وغالباً أو رأيي أنا أن الكتابة الحلوة هي اللي إحنا بلاقيها في الكتاب ده ببلاقيها شوفها تاني بور فإذاً الزكاء الاصطناعي بيعمل إعادة إنتاج لأعمال بيغزوها بي علشان خاطر يخرجها لنا تاني بترجع طبعاً يعني ماشي موضوع قصة لطيف بس هل هي تستحق القراءة ولا ممكن يكون عمل رواية مغامرة لطيفة ممكن تكون مسلية بس هل هي كتابة يعني زي ما بيقولوا كتابة مجهيدة يعني تستحق أن نحنا نقرها في رأيي أنا لأ وحاجة تاني لأن أنا ككاتب يعني الزكاء البشري غير الزكاء الصناعي الزكاء الصناعي ممكن يكون أسرع وممكن يكون ما بيغلطش بس الزكاء البشري هو يعني معقد أكثر بيفكر بشكل منطقي والأهم عنده حواس هو بيستقبل عالم من خلال حواس يعني الزكاء الصناعي ممكن يكلمني عن لمسة واحد مثلاً لحبيبته في رواية بس هو محسهاش قبل كده هو جمع معلومات ناس تاني حسها وحطها فالحواس هي اللي بتفرق الأديب عن أي يعني آلة هتجمع ده يعني في حضرك ممكن تكون تعرف أكيد طبعاً فيلم The City of the Angels طبعاً مدينة الملائكة طبعاً لما الملائكة كانوا عايزين يرجعوا يعيشوا عايزين يرجعوا عشان حب الملائك حب بنته وحب يرجع لو تلاحظ في دلالة هما كانوا بتجمعوا الملائكة كانوا بتجمعوا في مكتبه يعني في دلالة هما يعرفوا كل حاجة يعني من القديم الأزل هم عايشين ويعرفوا كل حاجة إنما الملائك لما نزل يعني لما قابل حبيبته لما كان بيعني بيظهر ويعرف حب البشرية لأ بس لقها مرة بتاكل كمسرة فسألها طعمها إيه يعني هو يعرف كل حاجات بس ما يعرفش طعمها ما يعرفش طعمه كمسرة لأنه الملائك لا يأكل لا يأكل فإنما هنا نقصد يعني إنه هو ممكن يكون إذا كان الاصطناعي أو الشيء الخارق يكون يعرف معلومات كتير جدا جدا بس ما عندهش التجربة البشرية اللي يعني ربنا ميز بها البشر عن يعني إحنا مدللين أنت قلت المشهد أنا بحب المشهد ده السبب لأنه هنا لما الملائك سأل الإنسانة طعمها إيه فدت له خبرتها فقالت له لما بتاكلها تحس إنه في ملايين الكرات من السكر بتنفجر جوا بقك وبتستشعر بحواسك وبالحاجات اللي بوجودها في السلك الطعم الجميل ده فهو التعبير في المشهد ده كان تعبير بالنسبة لي رائع جدا بدأت بعد كده كل ما أكل كومترا أحس بنفس الأساس